أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أنها لم تتلقى أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو من وكلائهم على عملية الاقتراع خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء وهو الرابع عشر من ديسمبر الجاري وضفت الهيئة أن الليجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلقى بدورها أي تظلمات من المرشحين أو وكلائهم بشأن عملية الاقتراع ومن المقرر أن تعقد الهيئة مؤتمرا صحفيا ظهر الاثنين المقبل لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية